شكراً جزيلاً سيد المستشار على هذا السؤال كيف تتعرف الحكومة تتولي أهمية بالغة بالنسبة للنقل الجوي الداخلي لأنه هو وسيلة مهمة لنربطهم جمعة من الجهات ومن تجمعات الاقتصادية والإدارية وسياحية المملكة ويقدر أيضاً يساهم في فك العزلة عن بعض المناطق التي هي بعيدة من المركز في هذا الإطار تم إبرام واحد العدد من الاتفاقية ديال الشركة بين الحكومة وعدد من المجالس ديال الجهات وأيضاً الشركات الوطنية للنقل الجوي من خطوط ملكية مغربية أو الشركات العربية للطيران لكي ندعم بعض الخطوط الجوية الداخلية والوصل الطائرات لهذه المناطق هذه المبادرة ممكنت من تعزيز الربط بين المطارات المغربية من خلال 167 رحلة أسبوعية ذهباً وإياباً منها 154 رحلات تتأمنها الخطوط الملكية المغربية الشيء اللي سهم في خلق مجموعة من الخطوط الداخلية وتقوية خطوط أخرى بأسعار قارة وجد مناسبة تتربط اليوم أكثر من 15 مدينة بالشبكة الدولية ديالها لانهية مرتكزة في مطار دار البيضاء وكان أيضاً خمسة ديال الخطوط لتتربص بعض المطارات الوطنية لتتقوم بها الشركة العربية الطيران بلغ عدد المسافرين ديال النقل الجوي الداخلي ما يزيد عن جوش فاصلة 6 ملايين مسافر سنة 2023 غير مقارنةً مع هذه عشر السنوات فهذا ضعف ما كنا نقوم به غير أنه لا زال تتراجع بنسبة 10% مقارنةً بسنة 2019 وتنعملوا على التعزيز ديال هذا النقل الجوي بشاركة مع الجهات عبر توفير شبكة ملائمة للخطوط الجوية الداخلية تربط بينها مختلف الجهات كما أننا نواصلوا طبعاً تطوير بنية تحتية المطارات باش نرفعوا منطقة ديالها الاستيعابية والعصرنا ديال المرافق دياله وشكراً